في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق نتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحة كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1933 عنصرا إجراميا ومصرع سمانية عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة وضبط معهم 905 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش وبندقية رصاص و157 بندقية آلية و141 بندقية خرطوش و30 مسدسا و575 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 378 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3599 قطع السلاح ناري بحوزة 2972 متهما أبرزها اثنان جرينوف ورشاش و504 بندقية و328 بندقية ألية و170 مسدسا و2594 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و480 خزينة إضافة ل5753 قطعة سلاح أبيض كما تم ضبط خمس ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 24 تشكيلا عصابيا ضموا 76 متهما قاموا بارتكاب 77 حادث متنوع كما تم ضبط 458 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف غمود 320 حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 525 متهما كما تم إعادة 28 سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين ومائة وثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة وستة وستين حكما قضائيا من بينها ثمانية ألاف وخمسة وسبعون حكم جنايا وستمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وخمسون حكم حبس جزئي ومائة واثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعون حكما مستأنفا ومليون وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة عشر حكم غرامة ومائتان وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون حكم مخالفة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر